عباءة الديمقراطية الزائفة فضحت عوراتهم افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله التخفي خلف العباءة الشفافة لشعار الديمقراطية الزائفة يفضح العورات أكثر مما يسترها والمؤسف أن هذا الأمر لا يزال سائداً في الديمقراطية المتخلفة التي أخذت الشكل ولم تعمل وفق المضمون والكويت واحدة منها لأننا لم نعمل على تطوير بلدنا ولم نتعلم من تجارب الدول إذ لا يزال كثير منا يرون أنفسهم أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وأن الكويت دولة عظمى ونتيجة لهذا الغرور يتصور هؤلاء أن العالم ينتظر ما نقرره كي يسير فيه هذه الحقيقة تعيدني بالذاكرة إلى عام 1965 حين زار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر السعودية لتوقيع اتفاق جد الشهير ويومها أجريت حوارا صحافيا مع المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز ومما قلته له لقد أعلنت الدول الكبرى تأييدها لهذا الاتفاق فقاطعني لكن هناك دولة عظمى واحدة لم ترحب به بعد سألته من هي؟ قال الكويت فقلت هل هذا الكلام للنشر؟ أجاب رحمه الله نعم للنشر وسبب قوله ذلك رحمه الله أن الغالبية في مجلس الأمة كانت من القوميين العرب واليسريين المتطرفين في موقفهم أدى عمل القضية الفلسطينية إلى حد مهاجمة بعض دول الخليج ونعتها بالرجعية العربية ما أدى إلى تعكير صفو العلاقات بين الكويت وبعض هذه الدول في الواقع إن هؤلاء النواب كانوا ممن يتمصلحون بتلك الشعارات ويعقدون الصفقات مع متنفذين معروفين في سبيل تسويق أفكارهم لذا أغمضوا عيونهم عن مفاسد عدة مما أسس لهذا الفساد المستشر اليوم ومع تبدل ميزان القوى السياسية في البلاد وسيطرت أعداء الفرح على مجلس الأمة استمر الحال على ما هي عليه فيما يتعلق بإضعاف اللحمة الوطنية والخليجية ولقد برز ذلك بوضوح عام 2013 حين قررت دول مجلس التعاون دعم مصر في مواجهة الإخوان المسلمين بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو وأعلن سمو الأمير آنذاك الشيخ صباح الأحمد رحمه الله دعمها بأربعة مليارات دولار يومها قدم نواب الإخوان اقتراح قانون بمنع الأمير من التبرع بأكثر من خمسة ملايين دولار لأي دولة في محاولة منهم لوقف عملية تعافي مصر من تلك الواكة وهم بذلك أرادوا أن تخرج الدولة عن الإجماع بسعيهم إلى شق وحدة الصف الخليجي من المؤسف أن تغرد الكويت خارج السرب الخليجي والدولي وتدفع نفسها إلى العزلة من خلال مغامرات هذه التيارات المسيطرة عبر الديمقراطية المزيفة على مجلس الأمة ففي الوقت الذي يتفاوض فيه الفلسطينيون كان في غزة أو رام الله مع الإسرائيليين ويسير التطبيع بينهم على قدم وساق أيد المجلس تغليذ العقوبات ضد كل من يطبع مع إسرائيل بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وكأن العالم كله اليوم سيمتنع عن إقامة علاقات مع الدولة العبرية لأن دولة عظمى اسمها الكويت أقرت هذا القانون لنكن واقعيين الكويت ليست جزيرة معزولة عن العالم ولذا من المهم أن نتعامل مع الدول وفق مصالحنا وليس إرضاء لعواطف بعض التيارات السياسية التي تتحكم بالمجلس وأدت قراراتها وقوانينها على مدار السنوات الماضية إلى تخلف البلاد وانغلاقها والقضاء على الفرص الاستثمارية وهو ما بدأ يثير غضب الكويتيين الذين يكتشفون اليوم أنهم وقعوا ضحية ديمقراطية تقوم على التحالفات القبلية والطائفية ولعبة المصالح وليس لها أدنى علاقة بالديمقراطية الحقيقية